هل عربية القرآن خرافة؟ هل كان هناك ما نسميه اللغة العربية وقت نزول القرآن؟ أم كانت لهجة متفرعة من اللغة السريانية الآرامية؟ إذن فمن الذي أسس قواعد اللغة العربية كما نعرفها اليوم ولماذا؟ هل صحيح أن القرآن يتكون من عدة طبقات من اللغات؟ هل من بينها أيضا العبرية واليونانية وغيرها؟ لماذا رفض الفقهاء والأباطر المسلمين الاعتراف بذلك؟ هل تسبب ذلك في عدم معرفة المسلمين بقطابهم المقدس؟ هل نحتاج إلى ترجمة جديدة للقرآن الكريم؟ أهلا بكم في حوارات شعيد لا يجاوب على سنة النهاردة الأستاذ منصور الناصر وهو شاعر وأعلامي ومفكر عراقي مقيم في هولندا منذ 2008 صدرت له مجموعات شعرية ومتخصص في قضايا الفلسفة ويصدر له قريبا كتاب بعنوان أوهام الدين أهلا بك صديق الكبير منصور الناصر مشرفني ومنورني أهلا وسهلا أهلا بك أتشرف بحضور هذه القناة المهمة والتي تقدم كل ما هو مفيد للمجتمع العربي نحن سؤالنا كبيرا بنا صديقي هل عربية القرآن خرافة؟ هل فكرة أن القرآن الكريم مكتوب باللغة عربية خرافة وإجزوبة؟ ولا حقيقة وكان في لغة عربية وكان في حاجة اسمها عرب الأول إشكال هنا الإشكال بأنه مبدئيا قرآن عربي لا شك في هذا ولا يمكن مناقشة الموضوع القرآن عربي لكن عندما نقول قرآن ونقول قرآن عربي هنا الإشكال ما هو تعريف القرآن؟ ما هو تعريف العربي؟ هل العربي هو جنس؟ هل هو قومية؟ هل هو لغة؟ هنا الإشكال الكبير أنا في رأيي بأنه علينا أن نفهم الأمور بالطريقة الصحيحة ما جرى هو عملية توظيف لمفهوم القرآن لا الأول بس يقول لنا حتة حتة كده يقول لنا يعني عرب يعني هل في جماعة بشرية زي المصريين كده قاعدين في حتة واسموهم مصريين وبتكلموا لغة اسمها اللغة المصرية وقتها في ذلك الزمان القديم يعني عندما يقول أنه جعلناه قرآن عربي بمعنى المعاني إنما يقول جعلناه معنى أنه كان هناك كتاب سابق كان مكتوب بلغة أخرى وأصبح عربيا ما المقصود بالعربي هنا؟ أنا عندي وجهة نظر وجهة نظر كثيرة جدا وجهة نظر يقول بنا العربي هو كل إنسان لا ينتمي إلى الإمبراطوريات الأخرى غير الإمبراطوريات الموجودة في ذلك الزمان وهي البيزنطية الرومانية والرومانية يعني المرتبطة في روما أو الإمبراطورية الإيرانية الفارسية هذا كل من هو لا ينتسب له هؤلاء يسمى عربيا يعني القبائل التي كانت تعيش على أطراف هذه الإمبراطوريات كلهم كان اسموهم عرب هذه التسمية تسمى عرب لها علاقة بكلمة غرب إنه كل شخص في غرب الفرات كان بدأت من أيام الآشوريين وقبلها من يعني تسمية عرب هي تسمية يونانية بالمناسبة يعني تسمية الخرائط التي وضحها اليونان والرومان تسمى هذه بلاد العرب فانتشرت التسمية قالوا هؤلاء عرب انتشرت التسمية وأصبحت تطلق على كل سكان المحاذية للإمبراطوريات القديمة وعدما تنظر الآن الخرائط القديمة تجد كلمة عرب فعدما يقول أن نزلناها قرآنا عربيا بمعنى نحن أنزلناها لشعوب هذه المنطقة شعوب ولا قبائل؟ تفرق كثير شعوب لشعب يعني سمح لسالسوال بس سمح لسالسوال لما نقول شعب يعني شعب له رسم الرجلين بيش في منطقة غرفية زي مثلا المصريين زي لمزيغ زي زي ولا هما قبائل؟ هو قبائل مهي تسمية مشكلة كلمة شعوب كلمة ليست كلمة معاصرة بالمناسبة لا وجد شعوب التاريخ إلا الشعب اليهودي لا إحنا كان عندنا مصريين كان عندنا طول الوقت في تاريخ نحن المصري فيه ناس تكنة في المنطقة اللي حوالين النيل دي كان لهم اسم لا دي بش تسمية حديثة المنطقة دي كان يسكن فيها كوبتس يعني التسمية الأديمة بالمصريين فلا دي بش تسمية حديثة إحنا عندنا حاجة اسمها الشعب المصري طول الوقت لا لا كلمة شعب هي حديثة بالقرن العشرين ما موجودة بالتاريخ القديم ولا الشعوب ها كلمة مصطلح حديث لكن كلمة شعب بالتاريخ هي موجودة فقط الشعب اليهودي واللي هو أدى عقد مع الله لكن هي تسمية قبائل وعشار يعني أنت تسمي شوية القبائل اسمح لي يعني اسمح لي أنت تسمي شوية القبائل اليهودية دولت شعب وسميش المصريين شعب في الزمن القديم ينفع لا أنا ما ما تحضرني المصريين كيف كانوا يطلقون على أنفسهم ما هي تسمية لكن ما يسمونها باسم شعب يعني أنت تسمي شوية قبائل ما لهمش أي قيمة ما لهمش وجود تاريخي حقيقي يعني يعني رأسه دول يعني ما فيش دليل تاريخي أصل على وجودهم يسميهم شعب وما تسميش المصريين وإن كانوا ساكنين بين بلاد الرافدين شعب لا لا أوكي أنا مسألة الصلاحية أنا فقط اعترضت على المصطلح يعني قلت أنه مصطلح حديث لا أكثر يعني مش قصد أنه هناك مصريين ليسوا بالشعب لا قصد أنه التسميات القديمة يعني عندما نرجع للماضي نرجع بمصطلحات القديمة عندما نطلق كلمة أنه هاي الشعوب الساكنة في هذه المنطقة نقول أننا أنزلناه وجعلناه قرآنا عربيا أي أن هناك نص هذا النص ومجموعة النصوص هذه سمية قرآن هذه النصوص هي موجهة لعرب وهؤلاء أنزلناها بلسان عربيا يعني هذا اللسان الذي يتكلم بالعربية أو أنهم هؤلاء مجموعة قبائل والشعوب في هذه المنطقة وخاصة لهجة قريش اللي حصل شنو أيضا كلمة القرآن يعني قبل أن نروح في الحتة دي هل مجموعة القبائل دولة كانت لهم لغة واحدة كانوا جنس كانوا شعب لهم رسم الرجلين ولا توصفك لهم إيه في ذلك هالزمان مجموعة قبائل وتسكنها قبائل يهودية هاربة من الاضطهاد الروماني هذه القبائل موجودة تتحدث بلهجة آرامية آرامية وضمنهم مجموعة من الرهبان الذين يتحدثون السريانية اللي هي آرامية أيضا يعني هل نقدر نقول على القبائل دي اللي كانوا جنس واحد أو قومية أو كده يعني لا لا هي مصطلحة هي مجموعة شعوب موجودة لكنها ليست من الرومان وليست من الفرس لا أكثر ولا أقل شعوب سامية التسمية الدقيقة الإصطلاحيا هي أنها هي منطقة التي تسكنها شعوب سامية وجزء من أدها قبائل وعشائر تأيش على أطراف الحضارة في ذلك الزمان هذه المجموعة كانت منطقة فارغة وكانت منطقة يشتغل فيها عدد هائل من المبشرين من القرن الثاني والثالث كانت حملات موجهة للقبائل في هذه المناطق لتنصيرهم ولتهويلهم والصراعات الموجودة في اليمن يعني نقللنا تاريخ أحداث حتى القرآن نفسه كلمة القرآن عندما نرجع للأصول كلمة القرآن وما زالت لعدنا بهذا المعنى هي الذي يرتل نصوصا يعني عندما هناك آية آيات كثيرة إنا نزلنا ما يتحضرني الآية ترتيلة يعني هو ناص مقدس يقرأ في مكان في ظرف مقدس أو في طقس مقدس هذا هو القرآن يعني شعيرة إن القرآن عندما يقرأ كشعيرة وما زال لحد هذه اللحظة الآن القرآن يتم التعامل معه على أنه شعيرة ولا يتم التعامل معه على أنه نص للقراءة إنما للترتيل والتصويت كلمة الترتيل يعني أثناء العبادات يعني العبادات يعني هناك كاهن أو رجل دين هاي قديما قبل المسلمين وهناك مجموعة من المصلين جماعة المصلين ويقرأ عليهم هاي ترتيل وهم يرددونها الآيات القصيرة خاصة تتصف بهذه الصفة وهاي ما بها يساعد القرآن يعني هي مسألة طبيعية يعني نحن بس نعيد توصيف الأشياء لا أكثر طيب هل يعني شوائز القبائل دي كانوا يتكلموا أين لغة كلهم آراميين اللغة الآرامية هي الحاضنة يعني من القرن من الألف الثاني قبل الميلاد ظهرت الآرامية الآمورية السابقة بالألف الثاني قبل الميلاد وتشعبت بعد ذلك اللهجات واللغات اللي صار شنو بالضبط عن نظريته أقول بأنه هذه الآرامية كانت هي لغة المنطقة وحتى تمدت رسميا عند الإيرانيين العلاميين وغيرهم وحتى عند المصريين قدما تمدوا اللغة الآرامية تبروها هي لغة المراسلات يعني شون اللغة القينيليزية الآن يعني فهذه اللغة عندما ظهرت حركة يعني فكرة التوحيد أو بعد غزو الإسكندر كانت اللغة العرامية هي متفرعة على لغة كنعانية ولهجة كنعانية وسميت بعد ذلك الأبرية لماذا سميت بالأبرية في رأيي أن الأبرية أصبحت لغة خاصة لأنها لديها نص هذا النص والولديهم دين خاص به إحنا هنيجي للنقطة دية بس خلينا في يعني في يعني في يعني قبائل ذلك الزمان اللي نزل في وسطهم القرآن كانوا بتكلموا لغة لهجة آرامية أنا قلت صح كده لهجة ولا لغة آرامية لهجة لا ما في لغة لهجة متفرعة من الآرامية نعم هل أنا قلت صح؟ نعم صح هي هي آرامية لكن لهجة آرامية لكل منطقة لها لهجتها مثل الآن يعني لهجة مصرية لهجة حتى نوبية مثلا وهكذا طيب السؤال الثاني طيب إذا كانت هي هم كانوا بكتبوها بحروف آرامية ولا بأنها حروف هي هاي المشكلة المشكلة أنه كانت مجتمعات بسيطة يعني ليست دولة ضخمة قبائل متفرقة في الصهراء وفيها مناطق واحات يعني ليست لهذا السبب معالم الحضارة لا توجد فيها لأنه ليست فيها مدن كبيرة ما عدا يثرب وبعض يثرب الطائف فقط يعني لا يمكن أن تعيش في ذلك المناطق يعني مش سهلة فبالتالي هي يعني لا تستطيع تقول أن هناك حضارة وهناك طرق مواصلات هي مجرد يتاجرون بالملح والسكر والبخور يعني مساء البسيطة وجلود طب يعني ماشي لكن هل كانوا يكتبوا أي كتبات لي هم كانت بتكتب بأني حرف هل الحرف العرامي ولا أني حرف لا هل هذه مسألة أكو مختصين بها يعني المسند كان موجود في وقتها والخط اللي كتبوا به القرآن الكريم هو خط كوفي و يسموه حجازي وهاي خبراء بالمسألة وخاصة وخاصة لوكسنبرغ شخص مختص بها مختص بالخطوط وهناك بحوط طويلة عالضة في هذا المجال الخط المسند اليمني لم يتم اعتماده هذا السؤال غريب لأن مكة أقرب إلى اليمن ومنها إلى الشام فلماذا يستعينون بخط حجازي يستوردونه من منطقة الغساس الغساسنة وبعد ذلك يظهر بأنه ابن النديم يقول هذا الخط تم جلبه من الحيرة فتفاصيل معقدة في هذا المجال لكن يعني معنى كلامك معنى كلامك أن ما كانش في حاجة اسمها لغة عربية دلواتي لكنها كانت لهجة آرامية ودي اللي تكتب بها القرآن الكريم هل أنا قلت صح؟ صح هو القرآن الكريم كتب بلهجة قريش حسب الموروث لنا لكن من يقرأ الآن النص لأنه المشكلة وانصارتي عندما تم تم تأسيس الدولة الإسلامية والدولة العباسية في بداياتها تم صدر توجيه بتأسيس دين رسمي للدولة وهذا كله ثقافاء متقفي وكتاب ومفكري ذلك الزمان بأن يديروا المهمة هذه المهمة استمرت حدود قرنين أو ثلاثة قرون وأفرزت لنا دينا إسلاميا مكتملا والهدف كما يبدو أنه هناك هذا التأسيس لعلاقة يحتاج لغة جديدة يحتاج دين جديد يحتاج دين متماسك يعني يقف في مواجهة الأديان الأخرى وفي الوقت نفسه يقف في مواجهة الإمبراطوريات الأخرى هنا القضية الأساسية لأنه ما أفعل بالدين أنا صعب حكم ما أفعل بالدين أفعل يهمني لأنه أنا أسس من خلال خطابي وتفرد الخاص إمام الآخرين بعدما يواجه المسيح لا يواجهه بمذهب مسيحي لا يواجهه بدين جديد وكان ساعتها ديانة الفرس الزرادشتية وفروحة المجوسية والمعنوية أيضا تعتبر خليط بين الإيراني وبين يعني هو معنوية خلقة خلقة إيرانية سامية طيب يعني معنى كده يعني تأسيس حاجة اسمها اللغة العربية ده تم في العصر العباسي مش في زمن خلينا سأل السؤال بس بالفضل مش في زمن اللي بتقول عليه المرويات العربية اللي هو في زمن نزول القرآن اللي هو قبل العباسيين بمئتين سنة تقريبا هل أنا قلت صح؟ بالله إيراني السؤال ما ركزه طيب يعني معنى كلامك أن اللغة العربية تأسست بعد متين سنة من نزول القرآن نعم هل أنا قلت صح؟ لا ومو بحدود يعني بحدود مية وخمسين بظهور المجموعة من العلماء اللغة خاصة الفراهيدي الخليل الفراهيدي ومعه بعد ذلك سيبويه هؤلاء وقبل الأصمعي هذول المجموعة هم اللي تم تكليفهم بتأسيس اللغة العربية وعلوم اللغة العربية كلها وهؤلاء قدموا عمل جبار وكانت منافسة معهم من قبل الكسائي في الكوفة مدرسة الكوفة هذه أسست ما يسمى اللغة العربية وهذا التأسيس هنا المشكلة يعني يقول لك هاي اللغة العربية لماذا أسستها؟ يعني هل هي موجودة فعلا؟ فراحوا ذهبوا يقال إنه ذهبوا للقبال لماذا أنت تضع هذه القواعد للغة العربية؟ لماذا أصبحت لغة علية القوم؟ وبعد ذلك وصلت إلى درجة البديع والمجاز والقضايا البلاغية المعقدة والمحسنات البديعية كما تسمى هذا كله كان أصبحت نوع من اللغة الخاصة لألية القوم دولة قريش أو حكام قريش اللي هم العباسيين فأصبحت اللغة العربية لغة الثقافة العالية لغة الطبقة المثقفة أما الناس العاديين بقوا ويتحدثون بلغاتهم ولهجاتهم العادي يعني معنى كلامك أن تأسيس اللغة العربية لاحق للقرآن مش مع نزول القرآن لا لا هو هذا هذا القضية لاحق للقرآن وتم تأسيس اللغة العربية لكي يتم تأسيس دين دين معنى المؤسساتي ليس بالمعنى القرآني كلمة دين معنى المؤسساتي أخصب مؤسسة دينية لكن الدين بمعنى القرآن هناك 20 معنى يذكر كلمة دين 14 9 مرات أو 14 مرة كل مرة تيجب معنى مختلف لكن أنا أقصد الدين المؤسساتي الذي هو الآن لحد الآن مستمر الدين الإسلامي الدين المؤسساتي يعني دائما أنا بسي في رأيك عملت على شان يبقى دين مؤسسات هذا عملت فقه عملت شريعة كلفة الشافع بالموضوع الشافع بعد أن كان محكم بالأدام وقتلوا جميع رفاقة أتوا بهم مزنجرين مسلسلين بين اليمن وتم قتلهم عدى الشافعي والشافع بعد ذلك أسس المذاهب الجديدة وأسس بالعكس وأسس الفقه كله أسس أصول الفقه كله وقال لك تعتمد على الكتاب والسنة فهو اشتغل على هذا الأساس وبناء على توجيهات الخلفاء وأسس الدين الإسلامي والأحد هذه اللحظة نحن محكمين بعقيدة وأصول وفقه وأصول فقه بس أنت قلت في سياق كلامك أن النص كان موجود قبل تأسيس اللغة العربية كان الناس بتتعبد بي والقرآن الكريم أو كان الموضوع هو النص موجود قبلها لكن النص موجود كلمة إسلام لم تنتشر إلا بعد فترة كلمة إسلام يعني كمصطلح كمفهوم انتشرت بعد فترة حسب الوثائق التي وصلتنا حتى هذا اليوم يعني فترة غامضة جدا وعليها بحوث يعني أنا لسه في لا أدعي بأنني أدي قدرة على الدخول في هذه المعمرة هذه عمر كامل يعني دروس البحوث الآن في العالم حول الإسلام المبكر بحوث يعني كل تفصيل فيها يحتاج لها أمر كامل تخيل يعني حجم الانفتاح الآن على القراءة وفهم ما جرى والقضية التي تعلق بالقرآن القرآن اللي ظهر الآن أن كل ما تحدث عنه الفقهاء والأمة عن القرآن هذا حديث لاحق وليس سابق على القرآن طيب معنا كلامك أن اللغة العربية اللي تأسست دي اللي أسستها دولة العباسية دي المفسرين دولة حاولوا يؤروا القرآن باللغة اللي أسسوها فطلعت مشاكل كتيرة يعني طبعا وماذا فعلوا هم قالوا هناك كانت مشكلة خطيرة أمام المفسرين هم يريدون يريدون أن يؤسسونا دينا جديدا من خلال هذا النص المؤسس الذي أتى به النبي محمد هذا النص قالوا دولة بني العباس قالوا هذا النص هو الذي يشرع لنا سلطتنا ونحن مسلمون وهذا الدين مالتنا وهذا النبي مالتنا وهذا ابننا يعني هذا محمد وإحنا أولاد عم هذا النبي فأسسوا نفسهم شرعية سلالية عشائرية جينية شي سميها وبعد ذلك كانوا يحتاجون إلى تأسيس دين حقيقي ينابز الأديان الأخرى فكيف لهم أن يؤسسوا هذا الدين الموديل الشعاء هو تأسيس أنه الأبرية أتى لغتها اليهود اليهودية لهم لغتهم الخاصة والمسيحيين لهم أيضا لغتهم الخاصة ولديهم إمبراطوريتهم الخاصة فإحنا الجماعة جدة دولة أبناء قريش يعني الدولة العباسية اللي يسميها إحنا ما هو ديننا فما هي لغتنا فأسسوا اللغة العربية موجودة حولوا لهجة قريش إلى لغة وأسسوا هذا الموضوع بطريقة ما وقطعوا دابر أي صلة بالسريانية وباللغات المحيطة بالمنطقة يعني هل يؤقل أنه أنت السريانية أو الآرامية عموما اللي هي يعني شعوب المنطقة تتحدث آرامية لحد اليوم لحد قبل خمسين سنة ثلث المنطقة يتحدثون آرامية وأنواعها المختلفة السريانية على عشورية فكيف كيف أنت تلغي هذا الموجود كله وتتحدث عن هذا الشيء تتحدث على أنه هذه اللغة أصيلة ولا تاريخ سابق عليها ولا لاحق هي قطعة يعني تم فرض يعني الإمبراطورية الاستعمارية العربية فرضت بالقوة لغة جديدة وفرضت بالقوة تفسير محدد للقرآن الكريم هذا هو هذه القضية الأساسية قال لك هذا نص نحن الوحيدون المكلفون بتفسيره هناك أئمة محددين يفسرون هذا النص هذا النص ليس خاصا لاحق لأحد أن يتدعو له جرح تطعف هذا النص جرح تطعف هذا النص لمها شعوب المنطقة وقتها أي اللغات نعم اللغات هي الأساسية اللي مرتبطة بالنص القرآن الكريم هو إلها علاقة بالسريانية إلها علاقة بالآرامي القديم إلها علاقة بالعبرية إلها علاقة بال يعني والصراء الثقافي صراء الشعوب الثقافي والمعرفي فيما بينهم بالتالي القرآن هو الثروة الآن ثروة ثروة إنسانية كبيرة جدا يجب أن نحترم هذا الإرث بغض النظر عن آراءنا سلبا أو إيجابا هي ليست مسألة آراء مسألة هذا إرث إنساني يأرخ لحظة تاريخية فاصلة بالتاريخ ومهمة كما أثبت الواقع فعلينا نعيد قراءته ليس بالطريقة التي يعني مع الاحترامنا للقراءة التي قرأها العلماء والمفكرين والمثقفين والشيوخ ولا أمة بالتالي العباسية لحد هذا اليوم مع احترامنا لكن يجب أن يترك الفرصة للآخرين بأنه إحنا هنيكي للنقطة دية لكن أنا هنا عندي سؤال يعني طب وليه الدولة العباسية من ملاجأتش عشان تفقي عشان تفسير القرآن دوت لي الذين يتحدثون اللغة المنطقة وقتها يعني الذين فسروا القرآن الكريم ليسوا عرب اللي وضع قواعد اللغة العربية ليسوا عرب يعني ليه ما رحتش للعرب هو قبائل ذلك الزمان لأنه أولا ربما غير موجودين أصلا هو مين العربي يعني ما تعرف مين العربي في وقتها هو غير موجود فإلى أين تذهب تذهب إلى البادية كما يقول الجابري الجابري يقول يعني راحوا للغة القديمة لغة دولة لغة البدو في الصحراء حتى حتى يرجعون أصل يعني الأصمع والفراهيدي فاستعانوا بهالواء لفهم القرآن وفهم يعني وضع قوامس اللغة العربية راحوا لهؤلاء البدو يعني لماذا راحوا للبدو لماذا يروح موجود في عائلة يعني أنت في مركز عائلة اللغات السالمية في مطحن أو مصهر اللغات المختلفة السامية اللي هي آباء وأخوة اللغة العربية اللغة العربية هي من أين ظهرت لم تأتي من الفضاء يعني هي ظهرت من رحم الواقع المؤاصر لهم يعني زي ما فهمت يعني الإمبراطورية الاستعمارية العباسية خررت توحد هذه الإمبراطورية بالقوة وبالسلاح باستخدام لغة جديدة وهذه اللغة الجديدة يتم بيها تفسير القرآن الكريم اللي موجود وقتها كل ده بالقوة هل أنا فهم صح؟ أيهو هذا بالقوة بالقوة وأيضا بالشرعنة الموضوع لأنه أنت لا تستطيع عن إمبراطورية هائلة يعني من الصين من حدود الهند إلى الأندلس إلى المغرب فأنت هذه المخاطبات الرسمية النظوم التدريس نظوم التعليم كلها تتم باللغة الجديدة العربية فأنت مجبر على التعاون معهم دول العلاقات الدول الأخرى مجبر على التعاون الآن مثلا أنت دولة المصرية أو دولة العراقية تفرض اللغة الإنجليزية للغة رسمية وراء عشر سنين عشر سنة تجد الناس كلها تحدث الإنجليزية بطلاق يعني استخدام اللغة والدين كانت أداة لتوحيد هذه الإمبراطورية طبعا والقرآن تحديدا هو أكبر أداة وما زال القرآن هو حوله على أداة يعني هو اللي يرفض أن يكون أداة يعني عندما تطلع القرآن من يقرأ القرآن جيدا يرفض أن يكون أداة لكن يحوله على أداة وأداة حصرية بهم فقط بمجموعة من الناس لا يجوز وربوا الناس على أن تحويل هذا الكتاب إلى وثن هذا الكتاب أصبح وثن لا يجوز مسه أوكي بحجة تطهير ولا يجوز حتى قراءته وفهمه وتفسيره يعني لا حق لك أن تفسره ولا حق لك أن تقرأه ولا حق لك حتى أن تتحدث عنه والناس تخاف أن يسأل أي واحد يشعر لا 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 ما أفهم عن القرآن لماذا لا تفهم القرآن هل هذا يعني ويعتبرون هذا شيء عظيم شوف كيف انقلبت القيم والمظاهيم يقول لك هذا أنا لا أجر على فهم القرآن يعتبر هذا شيء عظيم وهذا ميزة للقرآن بالأكس هاي ميزة سلبية على القرآن أن لا تستطيع أن تقرأه ولا تستطيع أن تفهمه لكن يعني بالسياغة تانية أنت تقصد يا صديقي أن نحن المسلمين محشورين في التفسير العباسي دي القرآن الكريم طبعا وألف قصة الآن عندما تطلع على البحوث الجديدة تجد أنه حتى مثلا لما قضى منها زيد وطرة تجد أنه هناك أقاويل وكلام عن أن الرسول زوج ابنة تزوج زينب وزينب زوجة ابنه بالتبني وقصص لكن بعد ذلك عندما تطلع تجد أنه كلمة زيد لها علاقة هي واحدة من أسماء يوسف من واحدة من أسماء يوسف النبي يوسف هناك بحث يعني بحث في هذا المجال أشياء كثيرة أيها بسه قبل أن تعد الضغط هذه بناء على أن زيد هو أحد أسماء النبي يوسف يعني التفسير ده مبنى على الدغة الأرامية ولا مبنى على أيه مبنى هذا معاني كلمة زيد أعتقد بالعبرية وبحث موجود أدي ممكن العبرية ده معناها يعني يعني ده معناها القصة عاملة ازاي بعد التفسير ده القصة يعني طلعت أنه من تحدث عن أسباب نزول بعد ذلك بعد القرآن بـ 200 عام أو 300 عام هؤلاء قالوا أنه هناك قصة ألفوا قصة يعني الناس موجود القرآن كريم لكن القصص التي تم تغذية الناس بها قصص وضعت لاحقا بناء على قراءة النص يعني أنت الآن تقرأ نص وتشتغل المخيلة عندك تحاول تفسره هم ما حاولوا وتفسيره بسبب يعني مؤلاء حدث موجود و عندك بعد ذلك تقرأ النص تقول إيه هذا صح أنا هذا الحدث الثاني أعرف عندي فكرة عنه لا هم قرأوا النص وألفوا الحدث عليه يعني يعني بناء بعد يعني الكلمات عبرية ما فيش قصة اسمها النبي تجاوز بنت مرات ابنه قصة نها موجود النبي داود معروفة نبي داود و النبي داود عندما أبعث أورية إلى الحرب لأنه نام مع زوجته زنى بها معروفة المسألة هذه مذكورة بالتورا يعني و يعني الزوج هاي يسمها بيتشيبة باتشيبة يعني بيتشبع بالعربي يعني باللغة الحجاز القديمة بيتشيبة أو بيتشيبة أو بيتشيبة فياسمها باتشيبة حتى عبرات ورخصات وفرق أوروبية مشهورة باتشيبة اسمها فهي هذه زوجها ولو راح ورط زوجها وحبلت من عنده وجابت ولد هي هذه قصة معروفة وأيضا ابنه نفسه أيضا نام مع ماذا يعني بلاء على البحث اللي انت بتتكلم عليه دوت القصة القصة اللي في القرآن عبر عندي الأول فكرة وين يعني عندما تأتي الآن تفهم الأسباب النزول يحتاج بحث يعني لا أزعم بأنه كلها غلط ولا أقول أنه كلامي صح لكن قضية الآن الآن أصبحت يعني مسألة قراءة القرآن الكريم مسألة يعني لا يمكن الآن أن تعترض عليها لأن لذا أنا ستكرهني هذا يتحدث يشكك بالقرآن هذا كذا أوكي سيتركني أنا أكو آلاف الناس يشتغلون على هذا المجال يعني لا تستطيع الآن أن ترفض هذا وأسئلة كثيرة وخطيرة جدا حول موضوع مثلا ومع ملكة أيمانكم مثلا مع ملكة أيمانكم معناتها من تزوجتم بهن عندما يفسرها لوكسمبرغ مثلا تفسير مع ملكة أيمانكم بالأرامية تأني من تزوجتم بهن لكن لا يوجد شيء اسمه بالكيامين أصلا لا يعني وهذا أقرب الصحة يعني هذا أيضا ينتص من لكسمبرغ الأول عشان أني يسمعنا لو ما يعرف لكسمبرغ هو باحث وبروفيسور متخصص باللغات القديمة كتب كتاب عن أنه قال هناك جدور سريانية للكلمات القرآنية ما أذكر الأنوان بالضبط أنوان طويل ممكن أشوف لك الأنوان وبحث ممتاز ومهم وأحدث صدى هائل في الأوساط المختلفة وهناك من يغار منه من منجزه ويهاجمونه بشراسة حتى من قبل المباحثين ديكسنبورغ يستند على فكرة أساسية أنه كثير من كلمات القرآن الكريم هي لغة آرامية سريانية هل أنا صح لا 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 هو وجه التهم بأنه يقول القرآن هو سرياني وطلع بعض سعودي يقول 80% من القرآن سرياني هذا كلام غير صحيح هذا تهويل للموضوع تهويل ومحاولة لتشويه الصورة هو رجل ما قال هذا الشيء أنا عندما طلعت على شغلة الرجل قال أنه هذا القرآن الكريم لغة عربية 100% لكن هاي اللغة الهجذور سريانية الهجذور آرامية من ضمن هذي مثل ما سريانية الهجذور آرامية ومثل ما العبرية الهجذور آرامية فهن ثلاثة أخوات يعني الآرامية خرجت ثلاث أديان وثلاث لغات عتت ثلاث لغات بسبب أنه تحولا إلى دين السريانية الآن لا تقول السريانية مثلا يعني 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 عرشاد لبنسمعنا يفهم معنى كده أن العبرية هي لهجة من الآرامية تحولت إلى لغة والعربية لهجة من الآرامية تحولت إلى لغة صحي كده وأنه عشان نفهم الكتير كلمات كتيرة في القرآن الكريم لازم لرقاها لأصلها للآرامية أنا أقولت صح؟ صح أولا حتى حدد الكلام بالضبط العبرية لهجة من لهجات الكنعانية الكنعانية لغة أيضا كانت لهجة مشتقة من الآرامية الآرامية هي الأم الكبرى وهلا كلهم أولادها وأولاد أولادها يعني اللغات هذه بس اللغات اللي تحولت إلى الأديان اللغات اللي اعتمدتها الأديان هذه أصبحت هي اللغات السائدة هي السريانية تمثل المسيحية الأبرية تمثلها اليهودية والعربية قالوا لدينا ضيين جديد نحتاج لغة جديدة الدولة العباسية أجست هذا الشيء سؤالك قلت حتى نرجع للكسمبرغ قال بأنه هو مثلا القرأة مبالي فكرة ملك اليمين سؤالك باللبط لا سؤالك تقوب بناء على ملك اليمين هي ملك اليمين معنى أنت تأمل عقل زواج مرأة زوجتك يعني يعني ملك اليمين اللي منتشر في السردية الإسلامية الحالية أي هو يقول لك ملك اليمين غزوات وسبيت نساء وصاحا صار من نساءك و لوكسمبرغ يقدم تفسير مختلف للموضوع يقول له هاي الكلمة ها أرجع للذكر أنه الكلمة الموجودة بالعربية هي يعني اللغة العربية هي ما دام هي لهجذور قديمة يعني لم تأتي من الفضاء فبالتالي بدنا من أن نذهب إلى البدو في الصحراء زمن الأصمعي واللي واللي مستغربها الجابري عابد الجابري بدلا من نذهب إلى هؤلاء علينا أن نذهب إلى الأصل الاتمولوجي للكلمة يعني الآن باللغة الإنجليزية عندما أنت تريد تشوف هاي الكلمة هل أنت تروح للساكن في دبلن مثلا أو ساكن في غلاسكو أو مدينة أوروبية إنجليزية لا ترجع للأصول لللغة ترجع للعائلة اللغات الجرمانية ترجع للعائلة اللغات الفرانكفونية أو اللاتينية وترجع بعد ذلك تفهم الموضوع وبعض هم يرجعون للهندو آرية اللي هي 2000 قبل الميلاد اللي يعني شمال كشمير شمال الهند يرجعون لك الكلمات مثل كلمة نعم لها علاقة بآلهة وطلعت قصص طويلة فافتهموا جذور وطلعت ما اتهمت انت مو تروح بعد ذلك تألف لك قصة عليها أنا فهم يعني بلكة يمين بعدها عقود زواج يعني اي معنا زوجت يعني هل في امثلة اخرى يعني قدمها نكسنبورغ لي في القرآن الكريم كثيرا عندي حلقة سويت وايضا هو عند غنات الآن ممكن واحد يطلع عليه يعني دينا امثلة من فضلك سريعة كده عشان اللي بيسمعنا يعني يفهم يعني لا لا مثلا ببطن مكة مثلا كلمة مكة هو عده بعض الأشياء أنا ما مقتنع بيها طبعا هو يقول مثلا ببطن مكة يقول ببطن معركة مثلا ويثرب لا تعني معنى يثرب مدينة يثرب يعني مدينة من الثراء أو الثرب أو شيء علاقة بالثروة وكان لأنه كان يشتغلون بالذهب أكثر شيء صاغع هناك في يثرب يعني أدى تفسيرات من هذا فيها النوع لكن هو هذا تخصص الرجل هو بعض يتهم يحول الشخص يعني عنده يريدي يدمر الإسلام يدمر القرآن لا هو الرجل يعني عنده حقل بحثي صغير هو متخصص باللغات القديمة فقرر القرآن الشهر في القرآن قال هذا إلى علاقة بشغله إلى علاقة هذه النصوص وهذه الكلمات إلى علاقة بجذور باللغات الكرآنية القديمة بلغات الآرامية القديمة السابقة على القرآن اكتشف كلمات لعلاقة بجنوب العراق بالمناسبة بالمندائية الموجودة حاليا وكثير من النصوص والآيات اكتشف بلهجة حتى يعني رجل متخصص في هذا المجال فيجون البعض قلت له وهذا يعني هيك وهيك ما يتاج يعني حسب ما أنا أريد مثلا أنه بقدم تفسير للحور العين دي مش معناها واحد أتمارس معه بالجنس في الجنة الحور العين هو العين بالأبيض هو تفسير قوي هي تفسير قوي جدا وحتى عندما تروع على تروع على المسجد الأقصى واللي هو أقدم وثيقة طبعا حية سنة 68 هجرية يعتقد هو يعني الوقت مبكر تجد الآية وتجد الحور تجد عن عقيدا أنا متدلي وهي واحدة من الأساطير والقصص المسيحية واللي هي أيضا مستلة من أساطير سابقة عليها فعدما تجد الحور وتجد كلمة الحور والعين موجودة عن عقيد الأنب يعني للحد هذه الأعلى ممكن يشوف دراسات عن آيات المكتوبة على قبة الصخرة شوفها وهي الصخرة ما هي الصخرة أيضا قصة أخرى خلونا ما نحن طيب هل في أمسنة أخرى على تفسير بعض الكلمات في القرآن عبر نحن رجعها الأصلا آه رامي لا في كلمات كثيرة ما تحضرني والله يعني لو كنت كان حضرتها بس القصيد كلمات كثيرة مثلا نحن نفهم في معنى تطلع مثلا وراءهم هي معناها أمامهم تعني تعني أمامهم هذا الشيء الغريب يعني مثلا بقى أكو آية بكتوب وراءهم وكان الملك وراءهم ملك المصري أو شيء من هذا قبيل ما ذكر العية بالضبط معناها بالأرامية القديمة أعتقد معناها أمامهم وليس وراءهم وكلمة وراءهم الناس تفهم الآن معنى الوراء وهي غير هذا مثلا كلمة اقرأ القراءة هي لها علاقة بالشهور مثلا كلمة الشهر السهر السهر هو القمر بالشهر الشهر بالأرامية هو القمر والسهر والسهر القراءة اقرأ والقراءة والقرؤ ثلاثة قرؤ إذاك آية ثلاثة أو أربعة قرؤ أو خمسة قرؤ القرؤ تجيب معنا الرحم وأشياء كثيرة جدا يعني اشتقاقات كلمة مثلا أيانة هي أي قل قل هي قالة مثلا قل كذا هي قالة لأن الألف المخصورة كانت لا تكتب لأن ما تلفل وهكذا أشياء كثيرة جدا طيب يعني معنى فكرتك الأساسية أنك أن أن يعني عايز تقول أن إحنا أخوانا لازم نفتح في تفسير القرآن وفي كلمات كثيرة من الأرامية السريانية ومن العبرية ومن وعلى حسب ما أنا قريت من اليونانية كمان ومن لغات متعددة وإن إحنا عشان نفها من القرآن نحتاجين نرجع الكلمات دي لأصولها اللغوية في ذلك الزمان أنا نفهم صح هو هذا يعني هو أن القرآن هو ملك للناس جميعا وليس ملكا حصريا لرجال الدين وتحويله ويجب أن يخضع الجميع لهم هذا كتاب للناس جميعا هو يقول كتاب إنما أنزلناه للناس جميعا هو الكتاب نفس يعترض على هذا فإحنا النتيجة الآن التي صار إحنا يعني تحولنا الكتاب إلى وثن حولنا إلى كتاب مسحور كتاب مؤجزات إنه هذا كتاب تفتح تجي الجميع العجوبة حولنا إلى أسطورة وأنه كل إنسان لا بد أن يخشى أوكي يخشى هذا كتاب وإحترم وقدسه لكن عليك أن تقرأ يعني أخي اقرأ يعني 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 كتاب هنا أذكر في الأراض محمد ماغر صدر واحد علامك كتاب كتاب اسمه فلسفتنا شاف شاف فلسفتنا فهو شاف كتاب وكانت فتاة الماركسية يعني بالستينات قوية جدا بالسبعينات في العراق وحركات الماركسية والشوعية فقال هو شوعة فلسفة إحنا عندنا فلسفة فسوى العنوان الكتاب فلسفتنا فعدما تطلع اليسار اسطورة هذا الكتاب قال لك هذا كتاب فلسفة 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 الغربية الناس يعني بوئي الناس لكن تسألهم ما واحد قراء ولا واحد قراء فتحول إلى اسطورة هذا الكتاب فلسفة عندما تطلع اليسار وتقول يا عالم تعال دعني نفتهم تقربي اتجاه مجرد هوامش على المادية دياليكتيكية الماركس يعني هو قاطع قاطع لا أشبه القرآن بهذا الشيء لكن أعني القرآن لا أكبر أعظم بكثير من هذا الموضوع ولكن أنا أقصد أنه كيف تشيئ فكرة العجاز عند الناس وكيف يتم عدم معرفة الموضوع أنه الكتاب هو القراءة وليس لأن ترتله وتسمعه صوتيا وتحول إلى يعني هو كتاب لقراءة مش للتخديس يعني أصدق لا هو القدس القراءة بس قراءة هو يقول لك قراني هو الكتاب يقول قراني لماذا ذكرت أنه نزل باللغة العربية خب بالك ولكن هو ما نزل باللغة العربية هو نزل بلهجة آرامية سريانية يعني لا هو لغة عربية لا لا انت حيرتني يا صديقي اسمح لي أسألك السؤال انت حيرتني انت قلت ما كانش فيه حاجة اسمعه لغة عربية وقت نزول القرآن صح يعني اسمحلي يعني أنا فهمت منك كده طول الحلقة وبعدين دلوقتي بقولك ان المسلمين لازم يتخلوا عن فكرة انه هو نزل باللغة العربية فتقول لي لا هو لغة عربية يعني يعني ازاي يعني أوكي أوضح لك يعني هو الآن هو نزل أو الكتاب القرآن الكريم لغة عربية وهو يقول أنا عربي لغة ولا لهجة واللسان هي بالعربي لغة تعني اللغة هي أصل كلمة انجليزية من كلمة لاتينية يعني كلمة لغة ليست عربية فهو لسان فهذا اللسان بعد ذلك أجوا علماء وأسسوا عليه لغة عربية وصارت لغة على رسل هذا الكتاب وهذا اللسان إلى جذور جذور لهجة لهجة هو سؤالي واضح هو مباشر انت بتقول حكتين متنقضتين يعني انت بتقول انه هو نزل بلسان يعني لهجة نعم متفرعة من الآرامية السريانية وبعدين بتقول عكس دوت هو نزل بلغة مش لهجة حتى فضل اشتبعك نزل لسان هو بلسان عربي هذا اللسان العربي هو كان لهجة ضمن لغة آرامية وقدم اللهجات الآرامية وليس السريانية فرق هذي اللهجة تحولت الى لغة بفئل يبقى القرآن الكريم نزل بلهجة مش بلغة بالمعنى الاصطلاحي نزل بلهجة هاي اللهجة عندما انتشرت بدأت بدأت التفسير وتبدأت وضع خلاف خلاف على دوت يعني الفكرة الاساسية عشان اللي بسمعنا يوصل له الهدف الاساسي اللي انت عايز تقوله من الحلقة دي عشان من الناس ما تتوهش القرآن نزل بلهجة اللهجة دي لها جزور آرامية سريانية لكن هو لو سبحت لكن هو ما نزلش باللغة العربية اللي احنا نعرفها النهاردة لا ما نزل هو تطورت بعد ذلك تطورت اوك المسلمين علشان يقدروا يتعاملوا معك كتابهم المقدس عليه يعني لازم ينقلوا لخانة ان الكتاب المقدس بتاعهم ده لهجة لها جزور سريانية عارمية لهجة تطورت بفضل القرآن بفضل القرآن أصبحت لغة كده كده اللي بسمعنا لا هيفهم ده ولا هيفهم ده بص عزيز نعم دلوقتي اللي بسمعنا هيتوهم مننا انت بتقول ان القرآن نزل بلهجة اللهجة دي نهجة عربية نهجة عربية مش لغة تمام اللهجة دي لها جزور آرمية سريانية آرمية وليها كمان جزور في لغات أخرى زي زي العبرية نعم تمام خلص خلصنا بعد كده لو سمحت عشان اللي بسمعنا ما يتوهش بعد كده ده جات الامبراطورية الاستعمارية العباسية حولت ده اللغة عربية نعم هو ده اللي انت عايز تقوله أعيد لك الترتيب هو اللهجة واللغة بين ناتحن فرق بصير اللهجة المشكلة بالمستمع أنا ما عندي فرق بين اللهجة واللغة ما عندي فرق لكن باللسفة للمستمع المستمع نفسيا يشعر بأنه اللهجة أدنى درجة فعلا ما لدي يشعر بهذا الشيء اللهجة مش شتيمة لا لا هو ما نعرف عرف نفسية المستمع المستمع يقلل من حيمة سرعان اوضح اللهجة يعني اللهجة مش شتيمة يعني اللهجة ما هي الشتيمة اللهجة موضوع بسيط جدا اللهجة هي ضرجة أقل من اللغة اللغة موضوع تاني اللغة يعني ديها قواعد نحو وصرف وكذا 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 لكن اللهجة دي امتداد للغة ديها جزور تانية اللي هي السريانية الأرامية لا 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 ما يوجد فرق بين حتى اللهجة بها قواعد المصرية الآن فيها قواعد أيضا اللهجة المصرية فيها قواعد والبعض يقول لك أحول هذه اللغة غسية ماكو مشكلة الآن مثلا دانتي عندما كتب يعني المسلم يفهم القرآن ازاي ايه الطرح الأساسي اللي تعيس تقول اللي أقول اللغة العربية لا سابق لها وأول كتاب باللهجة العربية هو القرآن وعلى أساس هذا الكتاب المقدس أصبح كتاب رسمي وتأسس على أساس الدين وتطورت من خلال العلوم اللغة العربية كان هو الشرارة التي أشعلت ماشي تمام يفهم اللغة العربية طيب إذن القرآن انت بتقول الكلام اللي بيقولونه رجال الدين والإسلاميين إن القرآن نزل بلغة عربية عظيمة جدا وهو وإحنا فاهمينه كويس جدا وزي الفن انت بتقول رجال الدين يعني يعني ايه الفرق بينك وبين رجال الدين والإسلاميين خلينا سألك السؤال يا منصور عشان اللي بسمعنا يفهم انت بتقول نفس السردية اللي بيقولها رجال الدين والإسلاميين السردية بسيطة جدا أن هذا القرآن نزل بلغة عربية عظيمة جدا وإحنا مش محتاجين لأي حاجة أين الاختلاف بينك وبين السردية ديت أو بينك وبين رجال الدين والإسلاميين أوكي هجاب آه طبعا 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 أنا بسألك عشان تجاوب بس أنا اسمحني أقول لك حاجة بس اسمحني أقول لك حاجة أنت أحيانا عارف أنا أقودي تمام إيه السؤال اللي أسأله لكن اللي بسمعنا أغلبهم ما يعرفش لإيه السؤال فعشان كنا بقول لك دي لفرصة أسأل السؤال علشان أنت تتجاوب أوكي أفهمك أنا أحيانا حقك بس مرات يصير تداخل نعم القصد أنه أولا لا لا حاجة لوضعي مع الرجال الدين يقوله هو يقوله طبعا يعني هو الواقع يهمنا الواقع لا يهمني ما يقول الرجال الدين أو تقارنني بما يقوله الواقع أن هناك كتاب نزل بلغة بلهجة قريش وهو قال أتى لهذه لأهل القرية المكة هذه اللهجة نزل بلسانهم وهذا اللسان بعد ذلك أصبح هذه الدولة الصغيرة بهذا اللسان مثل ما المكة تحولت إلى انضمت إليها يثرب وصار الرسول هو حاكم هذه المنطقة كلها الجزيرة العربية وتوسعت توسع السلطة الجغرافية لل لدي هذا الدين أو لحكام هذا الدين ومعها توسعت اللهجة يعني وأصبحت لغة شاملة للجميع يخضع علىها الجميع بدلا من ما كان يتحدث بها أهل القريش واليثرب أصبحت اللهجة أو اللغة الجميع الدقطة دي وطعة الإمبراطورية الاستعمارية أنت شرحت ده باستفادة الإمبراطورية الاستعمارية العباسية يعني حطت قواعد اسمها قواعد اللغة العربية وفرضتها على كل الإمبراطورية سربيا لمنتشرة لمتبلياها رجال الدين والمؤسسات الدينية والإسلاميين بتقول أن هذا القرآن نزل بلغة عربية ما لك وإحنا فاهمين وكل حاجة تمام هذا غلط ماشي الصح الغلط الصح هو أنه هذا القرآن نزل بلغة عربية صحيح كما يقولون لكن هذا الكتاب إلى جذورة داخل طبقات من اللغات السابقة عليه هم يقولون لا يقولون لا أتى هو موجود باللوحة المحفوظ وأتى فورا ما نزل مباشرة يعني علينا أن نفهمه يعني منه فيه يعني حتى بالتفسير نفسر إذا عندنا شيء غامض نفسر من داخل القرآن وإذا كل نروح للحديث ما نروح أبعد من هذا لا نروح للتاريخ اللغوي لا نروح للتومالوجي تاريخ الألفاظ لا نروح للغات السابقة على القرآن أو الحاضنة الاجتماعية التي ظهر فيها القرآن ونعرف المصنع أو المصهر اللغة والذي أنتج لنا القرآن لا لا يروح لهذه لا وجود الشيء سابق طيب أنا عندي سؤال يقرب الصورة اللي اللي بسمعنا علشان ما يتهش من لنا يعني لما الآية القرآنية اللي أنت ذكرتها اللي فيها ملك اليمين ده وقت نزول القرآن كانت بتاعني عقد زواج وكانت بتاعني ملك اليمين اللي احنا نعرف الأمة السباية والعبيد كانت بتاعني وقت نزول القرآن هذا السؤال مهم يحتاج بحث بناء على طرحك بناء على اللي انت بتقول طول الحلقة ما كان وقت نزول القرآن ما كان معناها سباية وعبيد كان معناها عقد زواج بناء على كلامك لا هذا كلام روكسنبورغ يقول عندما رجعنا إلى أصل هاي الكلمة ملكة كلمة ملكة الأيمان الأيمان تعني عقد زواج باللهج الأرامية في ذلك الزمان تمام في ذلك الزمان لما جاءت الدولة العباسية الإمبراطورية الاستعمارية دي حولت ملك اليمين من عقد زواج إلى عبيد سباية هل أنا لا فهمت صح؟ هذا لأنه كان يحتاجون عبيد وجوار وسباية فأبس الموضوع بل يجب إذن اليمبراطورية الاستعمارية العباسية دي وفقهاءها وعلماءها أخب أفسدت فهم المسلمين للقرآن الكريم طبعا وشوهوا حتى صورة الرسول الكريم يعني أنا قدما الآن يجي واحد يناقشني أنا لا يهمني أنا دافع عن لوكسنبورغ ولا دافع عن الدين ولا أخف معه ولا ضده ولا مع الرجال وكان ألاقي في هذا الموضوع كله يعني ألاقي الهدف ما حصل حتى أوضح لك الموضوع المهم جدا لازم أشر إنه القرآن الكريم هو أقدم وثيقة موجودة لدينا أقدم وثيقة لدينا وصح وثيقة وصلتنا بالتالي هذا القرآن الكريم في داخل آثار يعني يقول لك نحن الآن عندما يأتي مثلا لا توجد لدينا آثار للأنبياء فرضا مو أوكي والعلماء معظم الباحثين والأكاذبين يتحجثون بهذه اللهجة صحيح لكن لدينا أثر داخل القرآن ما هو هذا الأثر الآثار موجودة داخل القرآن هي الكلمات التي استعملها القرآن هذه كلها آثار حية ما زالت حفظها لأن القرآن يجي واحد مثل لكسنبول يقول لك هذه حفريات حفريات لغوية علينا أن نبحث لهذه حفريات هذه إلى جذور لماذا يستخدم كلمة أيمان لماذا يستخدم كلمة تعبه أين الصحة في الموضوع هذه كلها آثار يعني الكلمة التي ينطقها الإنسان أصبحت آثار يعني بناء على أنه يقول لكسنبول علشان الناس لما بديها مثال يعني هل تشرحت الفكرة لازم نقول مثال علشان أنه يسمع نفهم يعني بناء على كلام لكسنبول ملك اليمين وقت نسول القرآن الكريم ما من لو سمحت بناء على تفسير لكسنبول وقت نزول القرآن الكريم الحور العين ما كان معناها نسوان في الجنة تمارس معهم الجنس زي ما أنت عايز لكن كان معناها عين بأبيض المعاني دي كلها الإمبراطورية الاستعمالية العباسية أخذ بالك فصرتها بطريقة تانية يعني هي حرفت المعنى بناء على وجهة نظر نكسنبول حرفت المعنى الأساسي دي كتير من الكلمات القرآنية هل أنا قلت صحة ولا غلط يحتاج تعديل يحتاج تعديل اتفضل هو هذه التفسيرات اللي حدثت لأنه الدولة العباسية رفضت أي صلة بهذا الكتاب السابق بالماضي عليه رفضت أي صلة بأي لغة أخرى فالناس احتارت ماذا تفعل المفسرين بحثون عن الحديث ويفسرون ويأولون ويقارنون ويحطون والحد الآن هذا معه لم تخلص الحدي الآن التفسير القرآن مازالك تترا بس الناحظر دونت الفقهاء الناحظر دونت الفقهاء الناحظر ودونت وقعد يدوروا على تفسيرات عجيبة للآيات القرآنية حضت تفسيرات تتوافق مع اللعزاء الامبراطوري الاستعماري العباسي صارت بعد كل واحد ومصلحته كل واحد ووضعه كل واحد وثقافته كل واحد والناس أيضا كانت تتحب يعني يقول كانت الزواج أربع نسوان حتى لوكسنبورغ يقول ماكو أربع نساء غير موجودة هالفكرة أدى نوعان أعتبرها نوع من هو لأنه لغوي يعني يفهم الأمور بطريقة لغوية الرجل وهذا شو حمل يعني سألك سؤال هل كان يستطيع أي فقه أو مفسر أنه هو يفسر أي حاجة على خلاف ما يريده الإمبراطورية الاستعمارية العباسية يعني كان يقدر يروح لتفسير لا يرضى عنه الإمبراطور المسلم في الإمبراطور المسلم يقدر يبقى إذن هذا التفسير تم بعوامر ورعاية وموافقة الإمبراطورية الاستعمارية العباسية هذا أجابك أجابك بتفسير أكثر أولا بدأت هي من أيام جمع عثمان عثمان رفض كتاب يقول لك الكتاب له محفوظ ومحفوظ في الصدور هذا كلام غير صحيح حتى ذا كان محفوظ في الصدور هو الرجل أحرق النصوص الموجودة وأبقى ناس واحد رتبه بطريقته حتى لو كان محفوظ في الصدور هو رفضها لو كان الكتاب محفوظ في الصدور لماذا يسوي الجنة لماذا يسوي الجنة يجيب لك يجيب هاي محفوظ توا عشرة حافظين القرآن تعالوا هاكم هاي ألف طفل حافظوهم مثل ما هاي سيسوهم يحافظوهم القرآن وينتهي الموضوع مصحف؟ بعد ذلك يجي الحجاج الحجاج قال أي واحد يشوف عنده نسخة من قراءة بمسعود أحرق أو أحرق أبوه وراح يسوي شكل جمعيات وشكل فرق مطاردة لأي نص أي مصحف موجود فيه ذكر فيه قراءة من قراءة بمسعود طيب طب عندما قلت في سياق كلمك وردت تشرح الدقطة دي أنه كمان في رأيك تم تشويه صورة النبي محمد تم تشويه زي يعني لأنه كان يعتبرون الغزو والقتل والسبي أشياء تستحق الفخر ولحد هاي اللاحظة الآن عندما قلت احنا فتحنا احتلينا البلدان وغزينا وذبأنا وقتلنا مليون ودخلنا معركة مئة ألف وكان عددنا عشر تالاف وغلبناهم هذه تهيج الروح الأدوانية والعنيفة داخل الشباب وتخليهم يرسمون أحلام رامبو في رأسهم والسوبرمان والبطولات هذه أشياء تحبها الناس فبعد ذلك عندما يقول لك الرجل الرسول يطوف على نساء هبيتس يعني هل يؤقل أنه رسول بهذا العظمة يعني مهما يكون السبب لابد أن نحترم الناس لا يؤقل أنا ما أرجو أتحول إلى متدين ودافع عنها لكن يقول النصوص التي وصلتنا وصلتنا وفق فهم الناس الذين نشروا هذه الأشياء لكن لا يؤقل أنه وعد ينزل كتاب بهذا الأشياء صاحبه داخل الأشياء يعني القضية بأكملها فيها لغز فهمني يعني عندما نؤسس على شيء هو أصلا قصص على قصص على تأويلات على مقولات على أقوال على منقولات فنحن نأتي الآن نؤسس عليها الحل السليم أن لا أقف مع الإسلاميين ولا أقف ضدهم ولا أقف مع العلمانيين ولا مع الملحدين إنما نقف مع العلم مع ما يقوله العلم مع ما تقوله البحوث هذه الفكرة ولا نتعصب هذا يعني حتى نحن نفضل اشتباك بيننا جميعا لا نحول هذا النص إلى وثن ونعتمد عليه ونقاتل من أجله ونقول لا لا يجوز مسهم طيب طيب أنت مرضو في السياق كلامك قلت يعني يعني أن القدماء المسلمين لم يكنوا يقدس القرآن كما يتم تقدسه اليوم إزاي لا حتى الكتاب لم يقرأ جيدا ولحد هاي اللعنة لكن في فترة ظهور الخلافة راشدة تسمى راشدة قرآن لم يكن كتابا خطيرة لمهمة كتابا يعني موجود يشكل بالنسبة لهم شيء نوع من التميز لكن لم يقرأ جيدا حتى الخليفة عمر كان يقول أنا ما أفهم مرة طلعت له وهده قال لازم الزواج كذا الشيء قال للقرآن ما يقول هيك قالوا والله أنا ما أدري بها أنا ما أعرف بها يعني حتى الخلفاء عدى عدى الإمام علي أدى باطلاع على القرآن لأنه تفرغ لأنه طلعوا من الحكوم فصار عدى عشر مستحش سنة بس يقرأ بالقرآن فعلى كل حال القرآن لم يقرأ جيدا عندما بدأوا بقراءته في الفترة العباسية وعندما بدأوا ينطلقون بمشروع لتأسيس دولة وتأسيس قاعدة إيجيولوجية لهذا الدين لهذه الدولة ونص مؤسس أشبه بالدستور عند ذاك بدأوا يكتشفون أشياء لم تكن في بالهم القرآن يتم اكتشافه كل يوم لحد هذه اللحظة أننا نكتشف أشياء داخل القرآن فكيف بذلك الزمان فهو الكتاب موجود يعني أنا حتى أحيلها فكرة موجودة قد الإنسان بأموم البشر العرب خاصة لها علاقة بفكرة الكتاب لها علاقة بمثلة حامورابي دائما يقولك هناك كتاب هذا كتاب فيه كل شيء وأتانا من الآلهة عندما شو مسألة حامورابي تجد الإله أمام حامورابي ويسلمه الكتاب هاي الفكرة انتقلت إلى اليهود ألواح موسى صعد على الجبل وعطاه الله الكتاب الألواح اللي هي 613 بنج بيها يعني كلها بلوح واحد يعني بس خلنا نتصور أنه كلها موجودة في هذا اللواح وبعد ذلك زعل وكسرها وبعد ذلك الله الطانس خطاني أحوضها ببهد على كل حال فالناس انتشرت بداخلها فكرة وجود كتاب وهذا الكتاب فيه كل شيء ولحدها اللحظة هي موجودة هذا الشيء هو خلانا دائما لا نقرأ الكتاب بل نعتبره شيء مقدس تحول الكتاب الذي يدعو للتوحيد ويدعو إلى محاربة الوثنية تحوله بحد لا تلاوثن حوله منه رجال الدين والناس عموما يعني لأنه معنى آخر الكتاب التحول من كتاب يدعو للتوحيد رفضوا قراءته وجعلوا الدعوة للتوحيد هي وثن جديد طيب يعني الفكرة الأساسية في الحال الأدية نقدر نقول أنك أنت بتدعو المسلمين لأعادة قراءة القرآن من خلال واحد اثنين ثلاثة إيه هي مع واحد اثنين ثلاثة أنه الكتاب هذا هو إرت لجميع وليس لأمة أو لدين محدد وأن هذا الكتاب من حق جميع قراءته ولا حق لأحد أن يفرض أن يختطفه واعتبره ملكه الخاص ولا يجوز لأحد أن يتحدث به وأن نعرف بأن هذا الكتاب فيه ما فيه يعني هو خلاصة أو اشي سميها يعني زبدة التاريخ السابق عليه يعني كل الصراع اللي استمر ألف سنة سابقة على ظهور القرآن وأقدم نسخة إلى موجودة بالنصف الأول من القرن الأول الهجري هي هذا هو حصيلة صراع هائل عاشته شعوب المنطقة وهذا الكتاب هو الذي يجسده هذا الشيء الأساسي وليس وعلينا أن نقرأه بشكل صحيح جديد الآن وعلينا أن لا نكون أديولوجيين لا نحول الكتاب إلى مكان إلى مسألة سيطرة مسألة عنف مسألة سلطة مسألة كراسي لا نحاول إلى شيء إلى علاقة بالإنسان وهذا المؤترك الإنساني أو الصراعات الإنسانية كبيرة علينا أن نتجاوزها ونصل إلى مرحلة نفهم بهذا الكتاب اللي هو تأسس من المالك يعني أنت تمام أنت شرحت الفكرة بشكل مجرد جميلة جدا شرح ممتاز أنا هترجبه لإجراءات يعني المسلم عليه أن يعود للأصول اللغوية دي الكلمات اللي موجودة في القرآن ممكن يقرأ يفتح تدعو لإيه تحريق القرآن أدعو لتحريق القرآن من المؤتقلين عاد تحريق القرآن ممن اختطف تمام أنت دلوقتي ما فيش خلافة على دول أنت بتدعو المسلمين أنه هو يحرر القرآن الكريم من سلطة رجال الدين ومن سلطة الإمبراطوريات ومن كل السلطات دي تمام وتدعوهم كمان هما يفتحوا المجال لدراسات لغوية للقرآن عشان نعرف أصول الكثير من كلمات القرآن سواء كانت آرامية سريانية عبرية يونانية أي مكان أنا وأنت صح اللي هو صحيح لكن فقط كلمة دعوة أدي نوع من التعديل عليها نوعية لأنا لا أدعو لحد أنا أدعو فقط أنه دعو الناس تتعامل مع القرآن بشكل من فتاة تحرير القرآن يتعلق بأنه أنا ما عندي دعوة لا أبشر بشيء ولا لا أنا أقول أنه حرم لك نحن عاملين الحلقة دي عشان تطرح أفكارك منصور لا 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 اسمح لي بس اسمح لي بعد إذنك يعني هذه الحلقة أنا أعملها معك علشان أنت عندك أفكار عايز تقولها للمسلمين والغير المسلمين نعم والأفكار دي أنا بحاول ألخصها وبالتالي فأنت عندك حاجة عايز تقولها للناس أنا بحاول ألخص اللي أنت عايز تقوله أنت قلت فكرتين مهمتين فكرة الأولينية أنك أنت بتدعو لتحرير القرآن نعم دي فكرة أساسية وتحريره من سلطة رجال الدين وكمان من السلطات السياسية دي الحكام المسلمين على انتداد أكتر من 1400 سنة ومن سلطة المؤسسات الدينية تمام كده وبتدعو كمان دي قراءة جديدة من خلال العلوم اللغوية بأن إحنا نحاول نعيد الكثير من كلمات القرآن إلى أصولها اللغوية زي الإنجليزية عشان نفهم الإنجليزية نرجع للاتينية وبالدها يساعدنا في فهم مختلف ويقربنا من اللي كان مقصود بالقرآن الكريم وقت نزوله على الأخص صح؟ أنا غلط صدحت ووامل أضيف شيء أضيف فقرة مهمة أنه وأدعو جميع المؤمنين والمسلمين إلى أن يتفهموا أي محاولة لفهم القرآن وأي نظرية تطرح جديدة بحق القرآن فالقرآن الآن هو ملك الجميع وعليهم أن يحترموا هذه الرغبة لدي أنا أو لدى أي إنسان سواء قريب عليهم في منطقتهم أو غير مسلم أو علماني القرآن ملك الجميع عليهم أن يحترموا هذا الشيء وهذا في صالحهم هم قبل أن يكون في صالح الآخرين وصالح السلام الاجتماعي أو الإنساني الذي ينبغي أن يكون هو المعيار الأساسي الذي لا نتجاوزه ونحول الأشياء بعد ذلك إلى صراعات دموية كما حصل عبر التاريخ يعني القرآن دوت النص من أي حد الذي يقرأ حتى لو القراءة ما عجبتش المسلم الفلاني أو العلاني لكن تحرير النص بحيث أن أي حد أي كان من خارج الإسلام من داخل الإسلام يقرأه كما يشاء ومحرية كاملة بشرط طبعا أنه لا يؤذي غيره من الناس أفهم أبس أضيف شيء هذا الحساسية لمقبل الناس ضد أي قراءة القرآن لها علاقة بالنفس الحساسية القديمة اللي بقرن الثاني الهجري لأنه من يتحدث عن القرآن كأنه ما يتحدث عن هذه السلطة الإمبراطورية الإسلامية عن الدولة العباسية عن دولة القريش وعندما تمثل القرآن كأنما تمث هذه الدولة فهذا الإرث موجود عند المسلمين لحدها إلى الله الآن ما نحتاجه لأن كان الدين مهدد في ذلك الزمان من قبل أديان أخرى قوية جدا وكان ثلاثة أرباء المنطقة اللي كان يحكم المسلمين هي مسيحية صرف فكان الدين ليس بالقوة الكبيرة الآن الدين أصبح قوي الإسلام أصبح دين راسخ وواضح فما ما تحتاج هذه الخشية هذه الخشية موروثة ومنقولة بالعدوى لكن هي يعني بفعل القصور الذاتية أو الاستمرارية لكن هذه الخشية من قبل الناس والمسلمين الحان لا حاجة لها يعني انتهى زمنها لكن استمر تأثيرها فقط بالأنفس القرآن كريم محفوظ وموجود ولا لا ضير أي شيء الخشية والتخوف لا مبرر له المبررات القديمة انتهت يعني دعوة جميلة لتحرير القرآن الكريم شكرا جزيلا يا صديقي على الحلقة الساخنة ديت والله موضع شيخ جدا وبيه تفاصيل لا أول وأنا تعرف أي كلمة لأنه الكلمة الدعوة مثلا لأنه كل كلمة تعول بطريقة رأسي تتحول يعني كأنما في غابة غابة لغوية وأي كلمة تخطأ بها ستتحمل 100 تأويل هذا دعوة لعدها دعوة شوف 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 يخططها يعني شوف يعني رأسا يعني يعني على حدث سكين يعني أي شيء رأسا يأولك يحط لازم مصدرك يحطك بمصدرة أو حطك بصنف يعني أنا فهم طبعا يعني هو هدفك الأساسي إن الناس دعوة للتفكير أكتر من أي دعوة لتفكير مش دعوة لإن اللي بسمعنا يتمنى وجهة نظر محددة يعني يعني لا والله حلقة مربطة يعني يعني لأنه لابد أتحدث بطريقة دقيقة جدا يعني متفاهم طبعا أنا أقر أنه أخطأت بعض العبارات لكن حتى تحتاج توضيحات يعني أكيد راح الله يشتر لا 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 ما فيش مشكلة طبعا أنا متفاهم جدا يعني شرفتني ونورتني شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا